بالتقرير التحليلي للمباراة طرحت تساؤل اللي هو من يوقف في القطار الشبابي ثم أنت في المقدمة كررت نفس السؤال أيضا أنت طرحت تساؤل مهم أنه خارطة الوصول إلى المرمى الشبابي أصبحت وباتت حتى نهاية الجولة الرابعة أصبحت مفقودة ولا أحد يعرف القدرة والطريق في الوصول إلى المرمى الشبابي هذه كلها امتيازات لم تأتي من فراغ بل أتت نتيجة عمل إداري على أعلى مستوى وعمل فني على أعلى مستوى قابلها انضباط تكتيكي في الملعب قابلها دكة احتياط نار تتحدث اليوم يطل أيضا لاعب منتخبنا اللاعب الدولي فهد المولد على الدكة تتحدث عنها التانبا هبري نواف العابد اللي أعابي اكتشاف نفسه إلى أن اضطر هرفي يضيفه للقائمة أيضا مثل ما قالب وأميرة تركي العمار كل هذا العمل التكاملي قابلها هدوء في الدكة هدوء في العمل الإعلامي الشباب ركز هذا الموسم في الملعب النتيجة إيش يبوجود النتيجة 12 هدف كلين شيت في أربع مباريات 12 نقطة امتيازات يأتي واحد يقول والله لو جاء تركي العجمة ولا الأستاذ أحمد المصبيح ولا الأستاذ عيد الثقير ولا الكابتن حاتب خيمي وقالوا في برنامج كورة الشباب منافس يا أخي هذا حكم متسرع ترى أنا لسه الدوري طويل ولسه في الجولة الرابعة باينة ليالي العئيد على قولات أتبان من عصاريها باينة باين يا أخي اليوم مثلا لما تتحدث عن الأجانب الآن الشباب حيل عباسيوية أنا لو أقول لك يا تركي العجمة أسألك ولأسأل الزمل المحللين أعطيني مين الأربع أجانب اللي حتختارهم صدقني حتيجي تقول جوانكا هم شيء مينة حتيجي تقول مينة حتيجي تقول أرون حتيجي تقول جوانكا بانيقة الحارس الآسي والكوري حتختار الحيرة هذه من اللي خلقها من اللي أوجدها أوجدها العمل الإداري والفني اللي يعني رافقه هدوء كبير إلى أننا شفنا الشباب الآن نقول للشبابيين يجيك واحد برضو يقول لك أنه لم تقابلوا فرق قوية يمكن للاختبار الأكثر وإن كان الفيحة ليس في مستوى الأكثر في الجولة القادمة أمام الفيحة لا الفريق يبين بالانضباط التكتيكي بالثبات بالأسماء بطريقة تغييرات المدرب بالإضافة اللي يضيفها نواف العابد ولا هتان باهبري ولا هو اللاعب السعودي الوحيد اللي الآن يسجل البقية كلهم أجانب هذا العمل نتج عنه أننا نضع الشباب كفريق مرشح وبالنسبة لي حتى هذه اللحظة هو المرشح رقم واحد والهلال رقم اثنين بالنسبة لي هو المرشح رقم واحد بناء على عمل شفته داخل الملعب عمل فني ونتائجي قابلها كل شيء بامتياز لذلك احنا نقول بأنه الشبابيين حيكون الفحص الحقيقي لهم عندما يقابلوا الهلال في الديربي يعني هو الفحص الحقيقي اللي حي يعطينا انطباع أنه الشباب قادر على أنه يؤكد ثباته أنه المرشح الأول أم يدخل الهلال في السباق ويكون الهلال مرشح أول والشباب مرشح ثاني ترجمة نانسي قنقر